التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت تاجرينتش بوغز الأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحارجة بمقدار 600 مليون جنيها جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية حيث وجه السيد الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء للارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين كما وجه أيضا بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها وخلال اجتماع بمجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة أوضح مدبولي أن الخطة تتضمن أليات وإسلوب الترشيد بما يضمن استدامة مصادر الطاقة في ظل الظروف العالمية الحالية وفي الإطار نفسه شدد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها عن طريق التوفير في المباني الحكومية وكذلك المباني تحت الإنشاء أعلن البيت الأبيض أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات تيو اس اس رونالد ريجان ستبقى في منطقة تايوان وذلك في أعقاب إطلاق الصين صواريخ باليستية في المنطقة وقال البيت الأبيض أن البنتج أمر مجموعة حاملة الطائرات ريجان بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع مضيفا أن واشنطن لن تتراجع عن العمل في بحار وسماء غرب المحيط الهادئ بما يتفق مع القانون الدولي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية جدير القردة حالة طوار صحية عامة في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أن الولايات المتحدة مستعدة لنقل استجابتها إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس كما حثت الأمريكيين على التعامل مع جدير القردة بجدية وتحمل المسئولية لمساعدة السلطات في مواجهة هذا الفيروس أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 60% من من لديهم مكيفات هواء في منازلهم قرروا تقليل الاستهلاك هذا الصيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وذلك على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة وأظهر استطلاع وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية شعور الإيطاليين بالمسئولية إزاء القيود المعلنة في الخريف المقبل لقي 24 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من 50 ألف أخرين جراء أمطار غزيرة تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي وفقا لما أعلنته السلطات وأشارت السلطات أيضا إلى وجود ما لا يقل عن 36 جريحا وتعد أكثر المناطق تضررا هي زندر وديفا أما العاصمة نيامي فقد بقيت بمنأة في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق أطلقت كوريا الجنوبية مركبة قمرية للمرة الأولى في تاريخ البلاد وانطلقت المركبة الكورية على متن صاروخ فالكون تسعة من شركة تأس بيس أكسا ومن المقرر أن تدور المركبة التي يبلغ وزنها نحو 678 كيلو جراما مع حد أدنى مقرر للتشغيل لمدة عام واحد وتدور هذه المركبة في مدار حول القمر لجمع بيانات عن سطحه ورياضيا حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصر البورسعيد مع ضيفه طلاء الجيش التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة والأشرين من الدور الممتاز وبهذه النتيجة رفع المصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدور الممتاز كما رفع رصيد طلاء الجيش وارتفع إلى 45 نقطة في المركز الرابع إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل